أعتقد في بعض المغلطات في تطبيق هذه الرخصة أو الأخذ بهذه الرخصة فخليني في البداية أعرف من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين أولا حكم تأخير الصلاة عن موعدها وهل بالفعل الصلاة المتأخرة تقبل من صاحبها ولا لا حضرتك بس تعرف السيدة المشاهدين يا فتا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية بشكر البرنامج على اختيار هذا الموضوع لأن اختيار هذا الموضوع دليل على ثقافة واعي القائمين على البرنامج خاصة حينما يدلل على مكانة وأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة والدين الإسلامي مبني على اليسر وعلى التيسير وعلى دفع الحرج عن الناس ولذلك فرض الله تبارك وتعالى الصلاة وأوجبها وهي ركن من أركان الإسلام ومع ذلك رخص الله تبارك وتعالى لمن لم يستطيع أداء الصلاة في وقتها ولمن يتعرض للمشقة كالسفر أو المرض والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الشروط التي ينبغي على العبد أن يراعيها والمعايير التي تراعى في مثل هذا الجانب فالصلاة إن كانت مكانتها عظيمة لا تسقط بحال من الأحوال عن العبد إلا إذا غاب عن الوعي أو فقد الوعي أو إذا انتقل إلى الدار الآخرة أما في كل حياته فلا تسقط عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يستطع أن يصلي فليصلي قائما فإن لم يستطع فليصلي جالسا أو قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فليجريها على عينه فإن لم يستطع فليجريها على قلب إذا لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال إذا كانت لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال فقد يظن البعض أن هذه من المشقة ولما قد يكون هذا مسافر أو قد يكون هذا مريض فكيف يكون بأداء الصلاة نأتي بعد ذلك للرخصة العظيمة ألا هي جمع الصلاة وقصرها نفهمها فندم بتفصيل يعني إمتى أجمع الصلاة بكل بساطة جمع الصلاة هناك جمع فقط وهناك جمع وقصر بالنسبة للجمع والقصر فهذا يكون في السفر وله شروط أول شرط من الشروط أن تبلغ المسافة مسافة الصفر المعروفة عند الجمهور 85 كيلو ولا ينظر في ذلك لوسيلة الصفر بعض الناس تظن أن تطور وتغير وسائل المواصلات وسرعتها الآن وتطويرها الآن يسكت هذه الرخصة لا يسكت هذه الرخصة هذه الرخصة منحها الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه سبحانه وتعالى فأول شرط أن تبلغ المسافة 85 كيلو الشرط الثاني أن يكون هذا الصفر في طاعة لله عز وجل الشرط الثالث ألا تزيد مدة الصفر عن أربعة أيام إن زادت عن أربعة أيام بتتحول من صفر لإقامة فهنا يعد مقيم أما بالنسبة لأربعة أيام أو أقل من أربعة أيام فهذا يعد مسافر كيف يقصر الصلاة كيفية قصر الصلاة تقصر الصلاة بالنسبة للصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر وكيفية القصر يشترط دخول الوقت الأول منهما وقت صلاة الظهر إذا دخل وأزن لأن بعض الناس تقع في خطأ أن يخرج للسفر في الساعة العاشرة مثلا والظهر الآن الواحدة إلا فينوي الصلاة في العاشرة أو الحادية عشر قبل أن يدخل الوقت الأول ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت يعني يبدأ أذن الظهر يعني دخلنا الظهر نعم في اللحظة دي أبتدي في قصر الصلاة كيف أكون بها أصلي إذا دخل الوقت الأول بنوي جمع الصلاة جمع تقديم العصر مع الظهر وأبتدي أصلي الظهر ركعتين وبعد كده أقيم الصلاة وأصلي العصر ركعتين ده بالنسبة للزهر والعصر بالنسبة للمغرب والعشاية أشترط أيضا دخول الوقت الأول منهما اللي هو المغرب فإذا أزن أو دخل وقت المغرب أو أزن المغرب بأكون بأداء صلاة المغرب ولا قصر في صلاة المغرب لأنها ثلاث ركعات بصليها ثلاث ركعات كاملة ثم بعد ذلك بقيم الصلاة وأصلي صلاة العشاء ركعتين ده بالنسبة لجمع وقصر الصلاة بالنسبة للمغرب والعشاء